مشهد أمو حميد في عرب كاستنج كان مميز تتذكر منه شيء؟ أتذكر أنه طلعت أول شيء مشهد درامي هذا أول شيء فقال لي عينك حلوة أستاذ أدهم مرشد تحية الأستاذ أدهم مرشد فقال لي أفعل شيء ثاني كوميدي أدهشت اللجنة يعني كانت هذا كان خالة بالي أفعل باسم خياط اللجنة وغادة عبد الرازة قصي الخولي وطارق العلي تحية لهم نستطيع أن نرى مشهد منه جزء منه من شنو؟ أمو حميد 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 هذا موثل يطلب أن يكون لديك في أي حالة تتسبع نعم ما أتذكر لك من دخلت عليهم من نفس النصب نعم أنت قاعد أنا قاعد حتى لفتح واريني تشاه أنا شنة ممثلة قديرة يعني فريد شوغي بحد ذاته طلبني للتمثيل قلت له لا أنا أجرع عالي جدا ما أقبل يعني فيعني جيت أنا هنا أدور حميد وأيا حميد يمه أيا حميد يمه أهلي وعمامي حميد يمه شغل شغل مكياء جدا طبعا طبعا حلو ماذا ترى تجربتك بالمبسي عراق و تجربة حميد حميد كاني جنن أول خطوة إلي أول مرة أخرى أخرى من وراء راب كاستنج نعم ومبسي احتضنتني وقدمت لي دعم كل شيء جدا و أنا شاكر لهم ولم يتوقع السراحة نحن نرى ناكب غير لون صح طلعوني بلون جديد وصورة مختلفة للمشاهد وشافوني على الميديا واختاروني يعني جدد محفوظ أنه يختاروني وشغلنا بحامف حلو وتونسنا نحن نحب نقول للناس أنه أم بي سي العراق يعني ما تحتكر أشخاص معينين إنما نافذة لكل المبدعين صح من الفنانين والكتاب والمخرجين يعني لازم معلومة نقولها أنت خليك شوف موهب تكوين معشنة الشباب أو بنات والشخص اللي عنده موهب حقيقية وموجودة ما حد يقدير ينكرها ورح يطلبوك ورح تكون تواجد بأحل الأعمال أمام بسي العراقية جمعنا مش هدانو يا كطلع أنا بكعكولي مطيرتشي فأنت كرومت صعلي كعكولي تريد تصير طيار فقلت لك أنت ليش خيمك طيور وحتى تطيرها يابا أنا أريد أن تصير طيار ذكار وست تردد وراي هاي الكلمة اللي اقولها كشعاء ما زلم كشعاء 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 بالإنجليز يا بلا أو لا كشعاء الترجمة عندي يابا نوثقاف غضب لك نوثقاف كشعاء كشعاء أطيني صنده وينه؟ لا لا صنده